السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب باذن الله في الفيديو ده احاول ان انا احل معاكم مشكلة ان انت السرعة مش وصلة لك كاملة او في مشكلة عندك مثلا في الخط اللمبة الديس اللي مثلا بتفصل كتير يعني بتفضل انها تفصل ونشتغل كل مسلا ساعة او كل نص ساعة او كل ساعتين فدي معناها ان انت عندك مشكلة فالاول بس هنعرف احنا ازاي هنحسب ان السرعة مش وصلة لك كاملة يعني ازاي انت هتحسبها ان السرعة دي مش وصلة لك كاملة وان انت المفروض يستلق اكتر من كده طيب اول حاجة يا شباب عايزين نعرفها ان يعني فيه خطوط معينة احنا مش هنقدر نعليها او نظبط فيها حاجة لان دي اصلا بيكون حاجة اساسية مثلا في البنية نفسها مثلا او انت مثلا بايد عن الكابينة او بايد عن السنترول فبالتالي الخط بتاعك ده مش هيستحمل غير السرعة اللي موجودة عندك بس لو الماكس ريت مثلا عندك عشرة ميجا انت وصل لك منه اثنين ميجا فمعنى كده ان انت فيه مشكلة عندك انت في السلك مثلا او عندك انت في البوكس او عندك انت في وصلات معينة لكن مثلا لو قالك ماكس ريت للخط خمسة ميجا فانت معنى كده ان هو مش هيقدر يعليلك عن كده لان انت بايد عن السنترول مثلا قاعد في حتة بعيدة عن الكابينة فدي انت مش هنقدر تعمل فيها حاجة طيب الاول بس عشان نعرف ازاي هنشوف احنا السرعة على وصلاتنا كاملة ولا لا دلوقتي هندخل على الرابط ده زي ما احنا مش شايفين الرقم ده اللي هو 192.168.1.1 ده اللينك بتاع اي روتر هندخل عليه بالشكل ده وهنا في الوزر نيم بنكتب admin والباسورد بنكتب admin برضو ده بيبقى الافتراضي اللي عندك بس انا مغيرها بكده فاكتب الباسورد اللي انا عملته طبعا مش كل الروترات بالشكل اللي احنا شايفينه ده يعني في الروترات الواجهة بتاعتها مختلفة عن كده بكتير فانت يعني هتعرف الحاجة يعني هتعرف الاختيار اللي عندك ده من خلان انت تقلب مثلا في الادوات العشمال ده لحد ما تلاقي الكلمة اللي احنا عايزينها اللي هي كلمة WAN أو WAN هنا بتدوس هنا على status وبعدين بتدوس هنا على الوان وبعدين بتيجى على حاجة اسمها دي SL الخطوات دي مش تختلف يعني بالنسبة للروترات التانية يعني ممعظم الروترات هتلاقي فيها نفس الكلام ده مكتوب بالزبط دلوقتي عايزين نعرف كم حاجة كده موجودين عندنا في الروتر دلوقتي هو بيقول لي ان انا الابستريم ماكس ريت يعني اقصى سرعة رفع الخط يستحملها هي واحد ميجا او 1280 كيلو ويد فتقريبا واحد ميجا اقصى حاجة ده و اللود الخطة هيستحملها بيقول لي ان هي 24 ميجا تمام؟ طبعا ده على connection الEDSL بلاس او الEDSL 2 بلاس او فيه connection مثلا لو انت VDSL او خطك بيستحمل سرعات عالية اه فهيبدأ ممكن هو يقول لك مثلا خطك انت بيستحمل لخمسين ميجا للميت ميجا فعلى حسب connection بتاعك وعلى حسب خطك كويس فدلأ طيب دلوقتي عرفنا الايه الماكس اللي عندي وعرفنا الماكس دولود فدلوقتي انا اكتر اكتر حاجة خطي استحملها دلوقتي على الروتر الحالي على connection الحالي اه على الخط بتاعي ده هي 24 ميجا دولود او 25 مثلا اه وهنا عندنا سرعة الرافع مش هتزيد عن واحد ميجا طيب انا وصل لي كم منهم دلوقتي انا وصل لي اه واحد ميجا ابلود يعني تقريبا اقصى حاجة مثلا خطي استحملها لانه هو مش هارف يجيب لك دي بالزبط يعني هيجيب لك اقل من دي مثلا بـ 200 كيلو بايت بـ 300 كيلو بايت على حسب الخط هيستحمل ايه معاك تمام وهو وصل لي في الداول لود لاين ستريم 17 ميجا ونص وساعات بتوصل معي الـ 18 ونص رغم ان انا مشترك على او مشترك على اللي هو النظام الـ 15 ميجا يعني المفروض ان انا سرعيتي ما ازدتش عن 15 ميجا بس في كم حاجة انا عملتها او في حاجة واحدة انا عملتها خلت الخط يبقى بالشكل اللي قدامنا ده اه يعني انا الاول مسلا كان عندي الخط كان او السرعة كانت 5 ميجا فكان وصلني منهم الخمسة كاملين تمام؟ بعد فترة لقيت ان السرعة نزلت الـ 4 ميجا فترة تاني لقيتها بقت 3 ونص بعد كده بقت 2 ميجا بعد كده قلت لقيتها بقت 1 ميجا فطبعا يعني مش هينفع انا كنت الاول مسلا ان او 4 ميجا كنت سايبها عادي يعني مش هروح اغير حاجة او اعمل حاجة عشان الـ 1 ميجا فكنت يعني متنشها لكن لما وصل الـ 1 ميجا انا قلت هشوف المشكلة في ايه فهنعرف ازاي نحل المشاكل بتاع الخط من خلال الفيديو ده طيب يا شباب برجعنا تاني اول خطوة انت هتعملها ان انت هتكلم خدمة العملة هتقول لهم كذا كذا انا دلوقتي الخط بتاعي باين قدامي انه هو يستحمل مثلا 25 ميجا والسرعة اللي وصله لي مثلا انا مشترك على 15 السرعة اللي وصلت لي هي مثلا 7 ميجا او 8 ميجا على حسب اللي وصل لك وعندك مثلا مشكلة في لمة الـ DSL بتفصل كتير او في مشكلة في النت كل شوية يبصل ويجي فمعنى كدا ان في مشكلة طبعا في السلك او في الخط بتاعك عموما فطبعا اول حاجة بتعملها ان انت بتجيب يعني بعد ما اكلمت خدمة العملة المشكلة متحلتش معاك قالك مثلا هنسيبك يومين هنسيبك 3 ايام والسرعة هترفع معاك والكلام ده كله مفيش حاجة حصلت هو كده كده automatic system بتاعتيه ده او شركة وي هو بيرفع لك السرعة تلقائي يعني هما الناس اللي شغالة او خدمة العملة او الدعم مش بيرفع لك السرعة بمزاجه يعني ممكن مثلا نقولك نعمل لك قطوة نشطية ويرفع لك السرعة لكن عموما يعني تلقائي هي بتترفع لوحدها يعني مثلا لو انت خدت 5 ميجا اعملت 15 ميجا كل يوم هترفع مثلا معاك 1 ميجا 2 ميجا لحد ما توقف عند حاجة معينة هي دي اقصى حاجة لخط بتاعك هيستحملها فانت اول حاجة تأكد بس ان انت يعني تكلمهم تقولهم ان انا مش وصل للسرعة كاملة فممكن يكون مثلا في مشكلة من عندهم يعني يحاولوا ان هما يحلوها لو المشكلة دي ما تحلتش فانت كده تسيبك منهم خالص اول حاجة بقى انت هتعملها ان انت تبدأ تشوف الحاجات القريبة منك يعني مثلا الكليبس بتاع الخط بتاع السلك هتشوفوا لو مهزوز مثلا في حتة معطوعة هتبدأ ان انت تشايك عليه طبعا ممكن تغيرها لو انت معاي سلم معاك قراجة وعايس تغيرها ممكن تغيرها او تجيب سلك تاني اصلا وتبدأ ان انت تركبه على السلك بتاعك يعني تلحمه في السلك بتاعك او ان انت تقراجها لطول بالقراجة طيب لو الكلام ده من فيقش يعني لو انت عملت كده ولقيت برضو نفس المشكلة حصلة معاك لو عندك لحام في الخط انت تبدأ ان انت تعمل حاجتين اول حاجة لا اما ان انت تبدله بحاجة كده او بوكس صغير بيتوصل اسمه روزيتا تقريبا ده بيوصل لك السلك ببعض يعني بيوصل لك السلك اللي جالك من البوكس بالسلك اللي فيه الكليبسة دي ببعضهم عن طريق مسامير من غير لحام دي اول حاجة انت ممكن تعملها طيب تاني حاجة ان انت ممكن تأكد على لحام ده يعني ممكن انت تكون لاحم الخط مثلا او لاحم السلك والسلك ده مثلا تشد ففيه حتة تقطعت منه او فيه حتة بتلمس وبتفصل فدي اللي عملك المشكلة ومش مخلي الخط مستقر لان انت اوتوماتيك اول ما الروتر بيقعدها يعمل رستارت كتير الدي اس اللي بيفصل كتير اوتوماتيك السرعة بتاعتك هتقل يعني من غير اي حاجة السرعة بتاعتك هتقل لوحدها فانت كل اللي انت هتعمله ان انت هتشوف الكليبسة تأكد عليها تأكد على اللحام تبدله بحاجة اسمه روزيتا لو الكلام ده منفقش تبدأ طبعا قبل الكلام ده كله انت تكون موصل مباشر يعني واخد الخط كده من البوكس على الروتر على طول او عن طريق اسبلتر لو في اسبلتر عندك وانت موصل لتليفون ارضي فهتتأكد ان اسبلتر ده شغال عن طريق ان انت هتشيل يعني شغال كويس عن طريق ان انت هتشيل وتركب مباشر على الروتر لقيت ما فيش فرق ونفس الكلام موجود يبقى خلاص الاسبلتر ده ما فيش مشكلة وهتبدأ ان انت تركبه تاني طيب هنشوف اول حاجة عندنا ان انت هتجيب عد التليفون وتشوف الجرس كده لو فيه صوت واش او فيه حاجة تشويش على الخط كده تحس ان انت مش يعني مش استمع كويس فمعنى كده ان فيه مشكلة في السلك او فيه مشكلة في البوكس او فيه حاجة معطوعة في السلك وطبعا المشكلة دي برضو ليها يعني ليها حاجة تانية بتحسن زي ما قلت لك انه هتدي السيل اللي بيقع يفصل ويجي كتير فيه برضو ملحوظة تانية يا شباب ان انت لازم يعني ما تخليش فيه سلوك جنب السلك بتاع التليفون الارض يعني لو فيه مثلا سلك ديش فيه سلك تلفزيون سلك كهرباء اي حاجة حاول تبعد السلوك عن بعضها تخلي سلك التليفون الارض الوحدي مفيش حاجة جنبه وطبعا هتأكد من الكلام ده برضو في جنب البوكس لو فيه مثلا محل معين موصل حاجة معينة فانت تحاول تتبعد السلك ده عنها كده احنا اكدنا على اللحام شوفنا الكليبسة شوفنا اللي احنا طبعا موصلين مباشر جربنا الريزبيتر ده شغال كويس عملنا كل ده مثلا والمشكلة تحلت معاك من خلال حاجة من دول يبقى خلاص انت كده هتعرف المشكلة من اي من خلال انت تجرب كل حاجة لوحدها عملت الكلام ده المشكلة ما تحلتش معاك كل اللي انت هتعمله زي ما قلتلك ان انت هتشوف التليفون عد التليفون تشوف فيه تشويش ولا لأ دى يعني دي حاجة مؤشر ان فيه مشكلة عندك في السلك او في الخط اا طيب بعد كده يا شباب زي ما قلتلكم تشوف لو ما فيكونش فيه السلوك جنب سلك التليفون الاردي اا تاني حاجة يعني تشوف لو فيه حاجة ضغطة على السلك اا فيه مسلا دولاب او فيه شباك او فيه اي حاجة دايس على السلك فديه ممكن تعملك اا أنه ممكن مسلا حتة لتقطع منه او يحصل فين حاجة معينة فami انا مسلا حصل معا وعلا المشكلة مثل نصفتي 없고 الوسيقى لما كل يلي عملت ان انا غيرت السلك السلك دا كان فيه مشكلة ان كان فيه حتة معطوعة كان كان فيه حتة معطوعة نصفا تعريبا لما السلك فيه مثلا طرفين كانت فيه واحدة معطوع من غيرت أحته دا كان بسبب حاجة آپ عملة بدأت بمشolan عن ما الحصل فكل الموضوع ان انا بدأت معا أيها عاولت السلك يعني انا بعد ما شوفت كل الفيهد 후 ما فيوACE معايا فمwa sagte السلك. اه وفيه برضو مرة انا فيه حد يعني فيه عامل تليفونات جالي اه قال لي ان دي مش مشكلة سلك ولا بتاع دي مشكلة من عندهم هما من تي ايداتها نفسها ومنوي نفسها من السيستم بتاعهم انه هما مش موصل لك السرعة كاملة. فكل اللي عمل اللي هو كلم حد مسلا هناك او اه كلم حد مسلا يعرفه في فرق معين. وبعدها مسلا بخمس دقائق لقيت ان السرعة وصلت لي كاملة. يعني انا لما كنت على خمسة ميجا لقيتها وصلت لي ستة ميجا مع انها كتوصلة لي واحد ميجا بس. فاقلت خلاص كده المشكلة اللي تحل وبتاع. لكن بعد فترة وبعد كزا يوم لقيت السرعة اقلت معي تاني. فمعنى كده ان فيه برضو مشكلة عندك في الخط وانت دي مش مشكلة اه يعني مش مشكلتهم هما دي مشكلة عندك في السلك مسلا انت هتحاول تصلاحها بنفسك. فانا كل اللي انا عملته زي ما قلت لك بعد ان عملت الكلام ده كله هتبدأ ان انت تجيب عامل انت خليه غير لك السلك كله هتتأكد ان البوكس سليم مفيش حاجة مسلا فيه مصدية حاجة مكسورة هتأكد ان هو سليم وتحاول ان انت تغطيه لو مفيش حد بيجي يعمله مسلا سيانة كل فترة حد بيجي شوف التليفونات كل فترة فانت هتحاول ان انت مسلا تغطيه بحاجة علشان فيه الشتة لما المطرة بتمطر مسلا بتعملك مشاكل في البوكس فانت هتحاول ان انت يعني تزبط المشاكل دي كلها بنفسك انت اه. بعد ما عملت الكلام ده كله طبعا زي ما قلت لك هتغير السلك هتخلى حد يجي يغير لك السلك ازاي هتكلم خبمة العمل هتقول لهم انا السلك عندي معطوع من حتة معينة مسلا فانا مش عارف اغيره فعايز حد يغير للسلك اقول لك انا اعمل لك اه طلب وطبعا السلك بتغير مجاني انت لو عايز تدي العامل اكرامية مسلا فعادي يعني دي حاجة ترجع لك لكن هو بتغير مجاني والشركة بتقول ان انت ما تديش يعني فلوس لحد او ما تديش فلوس للعمل لما يجي لك لكن انت لو عايز تديه فلوس من معاك او اكرامية لي اه فدي حاجة ترجع لك. بعد ما جارت السلك يا شباب هي كل اللي يعني كل اللي حصل معي ان انا اه لقيت السرعة رجعت لي ستة ميجا زي ما هي يعني كل يوم بدأت تزيد معايا اه مسلا كانت واحد بقت تلاتة بقت اربعة بقت خمسة لحد ما وصلت لي ستة ميجا بدل الخمسة ميجا يعني المفروض ابتو خمسة ميجا لا هي وصلت لي ستة ميجا تمام فانا اه قبل الموضوع دا كله انا كنت باكلم الشركة ان انا عايز مسلا اه عالي السرعة الخمستاشر رغم ان انا ظاهر قدامي اربعة وعشرين ميجا او خمسة وعشرين ميجا اللي هو الماكسرات بتاع الخط لكن هو كان بيقول لي ان السرعة الكسوة للروتر اه او للخط بتاعك اخيرها اه خمسة او ستة ميجا مش هتزيد عن كده فكل المشكلة ان هما مش بيعرف يحددوا اه خطك استحمل كام طالهم ما في مشكلة عندك في السلك تمام فانا بعد ما غيرت السلك وكلمتهم تاني قلتلهم نفس الكلام وقلتلهم انا عايز احول لنظام اللي هو قابته خمستاشر ميجا فبكل بساطة قال لي خط الخط بتاعك يستحمل استحمل لحد خمسين ميجا كمان لو انت جبت راوتر وشغلت السرعات العالية فخطك هيستحمل لحد خمسين ميجا فانت يعني تتاكد ان الاستلوك كلها تمام كل حاجة تمام عندك وتبدأ ان انت اه تسألهم هتلاقي ان المشكلة اتحلت هيقول لك مثلا لو انت بيقول لك خطك يستحمل خمسة ميجا لو هيقول لك خطك يستحمل خمستاشر لو انت حلت المشكلة من عندك لان انت لو ما عندك مشكلة في السلك او عندك مشكلة في التواصلات هو مش عارف يحددلك انت اخر الخط كم? كده يا شباب احنا عملنا كل حاجة اللي قدر اقاملها اا شايقنا على الوصالات اللي عندنا شوفنا السلك لو معطوع مثلا عندي بدأ نغير اللحام اا اخر خطوة عملنا ان احنا غيرنا سلك كله وهي دي اللي حلت للمشكلة عندي ان انا كان فيه حتة معطوع لما كنتش شايفها يعني كانت ماشية على حتة معينة بره بره الشقة لما كنتش شايفها فهي المشكلة كانت فيها فبعلي ما اتغير السرعة راجعت كاملة اا بدل ما هي كانت مسلا واحد ميجا او اتنين ميجا لا اه يعني بعد ما غيرتها وصلت لي ستة ميجا عملتها خمسةاشر وصلت لي لحد تمنتاشر ميجا ونص يعني عدت اصلا الخمسةاشر دلوقتي هي ثبتة معي على سبعة شنا ونص فهو داه كل اللي انا عملته علشان ابدأ ان ا ارجع السرعة كاملة او ان انا اشوف اي المشكلة عندي في الخط اااا طبعا يا شباب زي ما قلتلكم اااووا ان فيه خطوط انت بتقدرش تأمل Ал dib Fort erhö خطوط دا تبقاب بايدة مسلا على the central بعيدة عن الكابينة خط الحاسي فمش هستحمل السرعات العالية لازم يكون مثلا فيبر اه فا يعني دي حاجة انت مش تدر تعمل فيها اي اصلاحات او مش تقدر تزبط فيها الدنيا غير لما هم يبدأوا ان هم يغيروا كبيره يغيروا السلوك اللي هي وصله لك لحد البوكس اه فهو ده كل الموضوع ان انت خلاص اه مش مش هينفع معاك مثلا حاجة يعني مش هينفع معاك ان هم يجيبو لك سرعة معينة ده معنا كده ان في مشكلة عندهم هم فانت مش تدر تعمل فيها حاجة لكن انا شرحت في الفيديو ده الحاجات ان انا عملتها علشان السرعة توصل لكاملة من خلال ان انا رجعت على الوصولات ورجعت اخر حاجة غيرتها للسلك فلقيت ان السرعة وصلت لكاملة في الاخر. طيب في حاجة شباب كده في الاخر اي برضه عايزين نعرفها معلومة صغيرة ان احنا عندنا حاجة في الخط هنا اسمها download line attention. دي بي. دي بي المكتوب قدامها اتناشر او حداشر واتنين من عشرة. سعب بتبقى اتناشر عندي سعب بتبقى ستة فدي بتتغير يعني على حسب الكفاءة بتاعت الخط عندك دي بتتغير. دي انت بتستفد منها ازاي? هتروح كده تاخدها بالشكل ده تاخدها نسخ وهتروح على الموقع ده انا سيب لك اللينك بتاعه اسفل الفيديو في الوصف. الموقع ده بيقصلك يقول لك خطك بيستحمل ماكس سرعات كام او ماكس سرعة كام على كل connection. يعني بيستحمل كام على ال ADSL بيستحمل كام على ال VDSL وهكذا. فانت هتاخد الرقم ده تحطه هنا اه علشان تعرف خطك هيستحمل كام على كل connection. قالك ال ADSL ماكس سبيد هي تمانية ميجا على connection ال ADSL. connection ال ADSL 2 بلس هيستحمل لحد تلاتة وعشرين ميجا ونص. اه يعني تقريبا الرقم اللي هو اللي مكتوب عندي ده يعني. هنا اربعة وعشرين ميجا لكن هو اللي الموقع قالك تلاتة وعشرين ميجا فتقريبا متقربين. اه وهو فعلا ال connection اللي هشغال عليه اللي هو ADSL 2 بلس. اخر حاجة عندنا هي ال VDSL قالك ان ال VDSL اللي هو اللي هو اللي لو انت مسلا جيبت رقطة VDSL وعايشتشتغل على سرعات عالية. قالك اقصى حاجة VDSL عندك هي تمانية واربعين ميجا يعني تقريبا خمسين ميجا زي ما خدمة العمل قالوا لي بعد مغارة السلك. فانت كده تقريبا عرفت كل يعني كل حاجة في الخط بتاعك. عرفت انت وصل لك كام عرفت الماكس اللي عندك كام. خطك استحمل كام upload كام download. وعرفت طبعا من خلال الموقع ده زي ما قلت لك ان انا هسيبه لكم اسفل الفيديو. عرفت انت كل connection او كل حاجة كل connection عندك اخر كام ميجا. فمعنى كده ان اخر خطوة عندك ده ده قصوة اللي يستحمل الخط بتاعك على اللي هو ال VDSL. لو انت الخط بتاعك ده عامل VDSL. ومعنى ان الموقع قالك اخره 48 ميجا يبقى هو كده المفروض بيتامًا لو مش بيتام完فيديو هتلاقي نفس الرقم ده. dois у سأجعلنا فيه ان اخرخ من ال VDSL2+. يا رب انك ارتد ان يكون اصلا اشباب من فيديو. ويا ريت لو استفادت اعمل لايك وتشترك في القناة لو انت اقوم مرة تشوف القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.